قبل ما نبدأ الملخص كل تفاصيل الانمي حتلاقه في اول جزء في اول دعليق مسابت هنا شيرايوكي بتقول كنت خلاص حرد بقدري وحروح مع الامير راجي يبعي ويشتري فيها زي ما هو عايز بس طبعا الفضل يرجع للامير زين هو اللي بداني الغوة علشان استغر في البلد ده بتروح بتحضر الفطار وبتجي الست دي بتقول لها بصي جبتلك الخبز طازة اكيد حتحب به بترد عليها شيرايوكي انا كمان حضرتلك الطبق ده اكيد حتحبه بترد عليها الست واضح من ريحته اصحيح اتعودتي على البلد ده بترد عليها شيرايوكي طبعا البلد دي جميلة جدا وبترد عليها الست انت عملتي احسن حاجة ان انت جيتي واستقررت في البلد ده شيرايوكي بتشكرها وبتقول لها حروح علشان ارتح شوية هنا بتقول البلد ده جميل بسبب شعال الاحمر الامير راجي كان عايزني يكون عشوقته ويتحكم فيها زي ما هو عايز عشان كده سيبت البلد اللي ولدت فيها وتربيت فيها وجيت استقررته في البلد الجميلة دي وبدأت حياتي من اول وجديد وبتجي للمكان ده طبيب اعشاب بتطلب انها تشتغل كطبيبة اعشاب وبتتفاجئ لما بتلاقي انه هم عندهم كل الاعشاب دي هنا بيتير انت بها زبون عندهم بتقول هو زبون ده دائم عندكم بيرد عليها ايوه صحيح لسه شاب بس بجد طبيب اعشاب محترم وبيقولها على فكرة هو انت تعرفي انه البلد ده غني وبيدعم كمان اللي عندهم مواهب خصوصا كطبيب اعشاب علشان كده هي مثقفة جدا وبتقول له بجد علشان اكيد درسوا الطب للغاية بيقول لها الورقة دي فيها كل المعلومات علشان يمكن يختاروك كطبيب اعشاب هنا بتيجي عند الزين للقصر بتاعه والحراس بيتفاجئ هو انت مين وده بيقول له ملكش ده اكيد دفت الامير وهوبي هيك الامير بتسأله بتعمل ايه هنا نعم بيقولها بس بتدرب شوية بقلي فترة طويلة ما شفتكيش واخيرا اتقابلنا الحراس بتاعه بيتكسفه شيريوكي بتقول له عايزة اتعرف على البلد اكتر من كده بيقول له بس كده غالي والطلب رخيص وبتقول له عايزة كمان اتعرف على الاعشاب من الكلام ده الصيدة اللي قال لي كده وبيقول له بس انت درسة طب الاعشاب بتقول له معلش عايزة اتعرف اكتر واكتر عشان اخد خبرة بيجد البلد دي جميلة جدا وبيجيبها للمكان الجميل ده طبعا الامير زين بيتعامل مع الناس وكأنه واحد منهم شيريوكي بتتفاجئ من طبعه ده وبتقول له بجد لو شافك حد وما كانش يعرفك مش هيقول ان انت امير بيرد عليها انا اصلا حاسز ان انا مقصر مع الناس دي وكمان معرفش حاجة عن البلد وكأني واحد فاشل وكمان عايزة اتعلم واشوف كتير زي كنتي بالزبط هنا بتتفاجئ من كلامه ده وبتقول له هو متواضع للدرجات دي وبتقول له كمان عايزة اعرف عن الارض والاعشاب وكمان عايزة احصل على اعشاب كتير علشان احدر ادوية للناس اللي محتاجينها وبتقول له على فكرة احنا بنشبه بعض بس للاسف اسا فينا حتفوتني ولازم اروح بتقول له قبل ما تعتم الدنيا حالجا بيرد عليها اتمنى تلاقي العشاب اللي انت عايزها وبيسمع رجالة دول بيتكلموا عن شيريوكي وشعرها الجميل ويزابعوها حتجيب سعر كبير طبعا بيروح وبيضيهم العلقة دي اما هي بتيجي الغبة دي وبتلاقي الحاجة اللي هي عايزها بس ها بيرجي الشخص ده وبيضربها على رقبتها بيرجع زيل للقصر وبيلعب وبيقول لهم لازم اروح علشان عندي شغل هنا بيقول ميتسو انه بجد شيريوكي غيرت الامير ما كانش كده كان متكاسل بس درواتي بيحب يشتغل وبنرجع للي خطف شيريوكي اسمه ميهايا بتقول له انا عملتلك حاجة ليه خطفتني اصلا بيرد عليها بصراحة انت بنت جميلة وشعرك الاحمر غريب ولو باتك حتجيب سارك كويس خصوصا الامراء بيحبوا البنات اللي زيك بس لازم استنى شوية لغاية ما تطولي حبتين يلا فتك بعافية تقدر يترتاح درواتي تاني يوم زين بيروح يسأل علشان ريوكي بس بيتفاجئ لما بتقول لستة دي اصلها ما رجعت وانا درواتي قلعت عليها اكتر بيروح زين يدور عليها ميهايا بيجيب لها الفطار بس بترميه كده وبتقدر تفكر نفسها بتهرب من ميهايا هنا بيقول البنت دي بعين عليها مستهلة خالص بس هتهرب مني فين القصر كبير ومش هتقدر تهرب مني خالص وبتروح جري زي ما قال بتحاول تفتح الباب ده بس مش بيفتح معاها اهب بيقول لها ميهايا على فكرة المفاتيح كلها عندي مش هتقدر تهرب نهائيا بترد عليه مش هستسلم روح حاول مع شخص تاني وبتلاقيه كمان قدامها هنا بيقولها خلاص يعني استسلمتي بتتفاجئ وبترد عليه مفيش حاجة اسمها استسلام بتضربه بالنار بس بتكون فيها ريحة مش كويسة خالص كريحة وبيقولها ايه الرحة دي هنا بتقوله حتتخضر شوية وبتنط من الشباك بس هب كمان بتلاقيه قدامها بيعتذر منها علشان مش هتقدر تهرب منه نهائيا وبيقولها قلتلك مش هتقدر تهربي انا اللي عارف المكان ده ولو هربتي اصلا حد تاني حيختفك هنا بتقوله مش هسمحلك تتحكم بحياتي وهب بيجي الامير بتاعها بيضربه وبيقوله هو انت مين اصلا بيقولها الامير هو ازكي في حاجة بتقوله لأ ما فيش اي حاجة انا بخير وهنا بيقوله هو انت عندك حريس كمان بصراحة حياتكم مختلفة كنت مقرر ان انا حبيعك وحيكون عندي فلوس بس دلوقتي حيش حياتي زي الكلب قلت خلاص لقيت بنت شعراء احمر وحستخدمها زي ما انا عايز زين بيرد عليه اخرط شيريوكي ما جاتش هنا علشان انت تستخدمها ولا غيرك وبتتأثر بكلامه ما تجيبش اسمها على لسانك ايه هو انت باباها ولا اخوها نعم لازم تستخدم عبارات دي يعني وهو بيقولها وفي حد غيره هنا بترد عليه لا بس هو هنا بيقولها حاجب حراس علشان يخدوه وبيقوله هو انت امير ولا ايه بيرد عليه انا صديق شيريوكي هنا الحراس بيكونوا حيخدوه بتقولهم استنوا خدوا العلاج ده علشان هو مصاب بيسألها ايه المكان اللي قلت حتروحي عليه لوحدك نعم هو انت ليسا حتسأل بتقول لي زين انه مهاية باين من زي قطاع الطرق بس الحياة اسيت عليه ايه هو انت زعلان مني يعني بيقولها من زعلان بتقوله بصي لي عشر ثواني بس هنا بيقولها خلاص بصيت لك خمس ثواني وده كفاية هنا بتقوله هو انت بجد زعلان مني بيرد عليها مش منك بس انا مقدرت شحميكي وانا زعلان من نفسي اصحيح ايه السؤال اللي طرحوا عليكي ارض الجبل نعم هنا بتقوله بس اخترت ان انا عيش لنفسي وكون في المكان ان انا عايزاه هو ده المكان اللي انا اخترته وانت عارف الكلام ده هنا طول الليله هي بتذاكر وبتقول بجد دعبت تاني يوم الصبح بتفتح الشباك وبتلاقي الهواء الجميل ده والمنظر وبتقول بجد البلد ده جميل شعور غريب بجد وانا اصلا خطرت المكان ده والفضل كله يرجع للامير زين وبما انه ذكرة اسمه لازم تيجي الاصر هنا بيقولها لازم يكون عندك ده علشان تقدر يتدخلي زي ما انت عايزة نعم طب مين حيكون وسطا علشان يدخلها مفيش غير ميتسو والشخص ده صعب جدا غريب الاطوار بيكون رايحة عند الامير بس طبع الحراس بيمنعوه علشان عنده ضيفة ولما بيلاقي إرشي رايوكي بيقول نفس البنت لازم اعمل حاجة هنا بتقوله هو للامير في المكتب لوحده بيرد عليها بس شوية مضطرب كأنه بصراحة في اكتئاب وحبي يقفل على نفسه القوضة هنا لما بيفتح الباب بيصيح على ميتسو ايه اللي جابك درواتي وكمان على شيرايوكي هنا ميتسو بيقوله أنا وكيكي طلبنا منها انه هي بتيجي هنا بتقوله خلاص خلاص أنا قدر أرجع درواتي بيتزر منها علشان جابوها في الوقت ده بترد عليه انت بتمر في وقت صعب ولازم أقف جنبك زي ما انت بتقف جنبي هنا بيتكسب وبيقولها كأني حاسس ان انا حنام بتقوله ما فيش مشكلة تده تنام شوية وانا بكده حزكر لي كمان وبيكي الشخص الغريب ده بيقوله الأمير زين مش لازم اي حد يدخل القصر ده لازم تاخد بالك هنا بيقوله يعني هي عندها الصفات دي علشان كده ممنوع تدخل بيرد عليه لازم أشوفها قبل وبيقوله زين هو انت مشوفتهاش يعني هنا بيرد عليه على فكرة انا مش بتلاعب معك في الكلام بس لازم الكل يعرف حدوده بيرد عليه وقت الجده هخلي الكل يعرف حدوده وبيعتذر منه هنا الشخص ده بيطلب من حراس انه ما يسمحوش لشيرايوكي تدخل القصر نهائيا وطبعا بيتفاجه بس دي ضيفة الأمير زين بيرد عليهم الأمير زين هو اللي موقع للولغة دي فهمتو؟ طبعا بيتفاجه أكتر وأكتر وبيقولوله بس هي نسيت الكتاب ويمكن ترجع وطبعا بتكون شيرايوكي سمعت كل الكلام وهو بيقول معقول تكون سمعت كل الكلام ده وبتقول مش لازم أروح لازم أتكلم مع الأمير وفعلا بتقول له فيه الشخص مش عايز نتقابل احنا الليتين مع باب هنا بيقول لها مش حسكت ولازم أعرف مين بتقول له لازم تستنى شوية هنا بيقول لها خلاص حستنى بس بيعتذر منها وبيقول بجد بقت بكسب أعداء بسهولة بيجي عند كيكي وميتسو بيطلب منهم طلب هنا شيرايوكي بتقول أول مرة شوف زين بيتكلم معايا هو مكتئب أنا لازم أعرف الشخص ده وحب بيجي الشخص ده وبيقول لها وانت بتعملي ايه هنا وازاي دخلتي ممكن تخرجي من الأصر وبتقول ايه ده هو ليه بيتكلم معايا كده يعني ممكن يكون هو وبتعدي من قدامك كأنه مفيش أي حاجة علشان لو شكلناها عارفت أكيد حيموتها وبيجي الشخص ده بيقول لها انت قدرت تهربي من الساهم بتاعي بس ما تخفيش مش حقزيكي دروقتي علشان أنا اللي كنت بخطط موتك هاروكا بيقول له ما تقوش كلام فاضي أنا اللي خططت لكل حاجة وبيسمعه الأمير زين هو انت عملت كل ده علشاني بيقول له بس عايز أنقذك نعم هنا بيعتذر منه وبيقول له مرة تانية ما تتطرفش من دماغه بتقول له زين سمعت كل الكلام ده يعني هاروكا بيقول لها ده أمير على فكرة ازاي بتناديه باسمه نعم هنا بيعتذر منه وبيكمل طريقه وبيروح عند الشخص ده بيقول له وانت ازاي بتعمل كده آخر مرة أشوفك بتبص على شيرايوكي بيقول له للدرجات دي انت معجب بيها طب خدي وبيقول لكيكي ميتسو اهتموا به بيقول لكيكي على فكرة أنا بحتلم البنات نعم أما شيرايوكي بتقول لزين خلاص قررت أبقى طبيبة أعشاب للبلاط في القصر ده خصوصا فيه شخصة عزيز علي بكون مبسوطة وأنا معاه ونفسي أكون بغوته طبعا أصدها الأمرزين وهو كمان بيهن بسط بكلامها وبيقول لها دلوقتي اتطمنت وأنا كمان حسن ناكي في القصر ده والحد هنا بيخلص الملخص بتاعنا سلام